يبقى عندي في اوروبا في مشكلة انا الاسبوع اللي فات نقلت لحضراتكم انه في بريطانيا الناس مش لقيا وقود او غاز يشغل به السخنات اللي عشان عملية الاستحمان وقلت دراسة عملت هناك عندهم قالوا ان الواحد دالما يستحمى خمس مرات يستحمى ثلاثة بس وبدالما يقعد اربع دقائق بس علشان يوفر 700-800 جنيه سترليني في السنة كلام دا ما كانتش من عندي كلام دا في الصحف البريطانية منشور في الصحف البريطانية الجاردين وغيره وزا صن ويقولنها للناس وبرضه بعض الناس تندرت يقولك فلان الفلان بيقول في بريطانيا ما بيستحموش الا كان مرة انا ما بقولش حاجات شفتها بعيني انا بنقل لحضراتكم ماذا تقول الصحف والمجلات الشهيرة اللي هي اتقاتكم في اوروبا يعني النهاردة المواطن البريطاني بيدور كل هم ويستحمى مش لاقي مية سخنة يستحمى دا موضوع بيدور اوروبا دلوقتي بتفكر في ايه اوروبا بتفكر دلوقتي احنا يوم بيوم الاكل فين بيروح يخاف على الارفف مفيش عنده المنتجات اللي تكفيه بالنسبة للغاز ما عندوش المنتجات اللي تكفيه لتدور على بدائل جريت هابراهيم تكون جاهزتها لي وسائل الطاقة البديلة اللي قلتلكوا عليها قبل كده حصل شفنا ناس بتجهز الخشب والفاح وناس بتجهز الراوس الماشية كان في ملدوفا وجبناها لك قبل كده ملدوفا جايبين راوس الماشية وده يعرفوا الفلاحين في مصر اللي هو راوس الماشية بيتم تكفيفه وعملوا انه هو يستخدمه كوقود ومواقد للنار في الكوانين وغيره والافران وايضا بيستخدمه الخشب الحطب بنرجع لعصر الحطب والخشب تاني للتدفئة وكان هذا مشهد كان الرئيس الروسي مع لوكاشينكو وقفين في مشهد ايضا وكأنه بيطلعوا ألسنتهم لمين لطول الاوروبية اللي ما بتاخدش الغاز الروسي يبقى الفحم اللي رجع تاني ويلبحث عن الحطب مرة اخرى حتى وصولا الى راوس الماشية يريد تجيبولي الصور يا براهيم والله الله يكرمكي يا الله يكرمكو انا اقول لكم من بدر يعني هذا الامر بيخلينا نفكر هي الازمة عمقها عند ايه هو الازمة مطاولة في اوروبا ما انا مش ببقى سعيد مش فرحاني يعني انا بقولك فيه ازمة وقود في اوروبا وغاز في اوروبا ومش لقين يكل في اوروبا وشافين يستحاموا في اوروبا انا مش مبسوط ليه مش من ناحية الانسانية فقط لا من ناحية المصلحة كلما تعرضت اوروبا لنكسات اقتصادية وكلما تعرضت اوروبا لازمات معيشية بتأثر على انتاجهم اللي انا بستورد من عندهم بترفع التكلفة علي بس يعني احنا ليه بنتتبع الوضع في اوروبا لان اوروبا بنستورد منها شريك اكبر شريك تجاري لنا امريكا نفس الكلام دول اتنين لما بيبقى عندهم مشكلة غزاء او مشكلة طاقة بيأثر لشك على اسعار منتجاتهم اللي انا بيستوردها منهم يعني تكون فرنسا ولا رومانيا الدول دي تعبانة عشان تجيب وقود عشان تشغل الزراعة مثلا وبيستورد منهم الامح الامح تكلفته بتزيد هناك فبالتالي هشتريه بسعر عالي لو روح تشتريت خط انتاج من المانيا دلوقتي سعر وهيبقى عالي عشان المصانع بتستخدم وقود والوقود سعر غالي بتأثر علي احنا مش بتجول برا عشان اتسلى يعني وعشان اضيع وقت او عشان اهرب من الموضوع اجيلكم كل المواضيع لكن انا برا عايزك تعرف ايه اللي بيحصل برا علشان حصوله بيأثر علي سلبا او اجابا ولو فيه رواد في اوروبا هينعكس علي اجابا لو فيه كساد في اوروبا هيأثر علي سلبا بقول تاني لما يكون فيه مشكلة مالية في امريكا هتأثر على كل اقتصادات العالم يعني الست وزيرة المالية الامريكية بتقول لو ما رفعوش سقف القروض وقدرت اقترضه عشان يسدد للبنوك هيحصل ازمة تخيل لو الحكومة الامريكية فشلت او توقفت عن سداد مستحقات البنوك وشركات التأمين وبيوت الخبرة والشركات وغيره هيحصل ايه انهيار هذا الانهيار هيأثر علينا لان امريكا لو عاطر سط هتصيب العالم بانفلونزا امريكا لو جالها اصداع العالم هيصاب بشلال رعاش فخلينا نبقى عارفين احنا فين بالزبط فانا بدور ايه اللي بيحصل في البيت القبيل وبيحصل في امريكا وبيحصل في اوروبا وبيحصل في اليابان بعد كده ايه اللي بيحصل في منطقتنا ارجع بقى للخليج وارجع لشمال افريقيا وارجع لكذا وبدأ اخش على مصر واللي بيحصل عندنا في مصر ايه لازم اعرف الدنيا فيها بره الاول ايه فانا بقول انه وانا بتكلم على العالم بقول انه العالم عنده ازمة طاقة اهو رئيسة وزراء مولدوفا تتوجه الى رومانيا بحث عن الحطب اهو تخيل تخيل رومانيا عنده رحين يجيبوا خشم حطب عشان نحطه في المخازن لا ربما تفشل مولدوفا في استيراد او الحصول على غاز او الحصول على نفط السر القدامنا مش هزار السر قدامنا دي مش هزار كان برضو يا ابراهيم بوتن هو وليوكاشينكو جايبين حطب قدامهم ويقولوا يعني بيغيزوا اوروبا بيطلعوا لسانهم الاوروبا يعني لما اجيب اتكلم على ازمة الطاقة برطاني اكتر دولة متأثرة انتو عارفين فورو